السلام عليكم اعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية التجارية والفندقية معدنا النهاردة في حلقة جديدة من مادة الحاسب الالي هنستكمل الجزء اللي خدناه في حلقتنا اللي فاتت وهو شرح برنامج الفوتوشوب طيب في حلقتنا اللي فاتت كلمنا عن برنامج الفوتوشوب وقلنا شوية تدريبات عملية لياريت نركز مع بعض في حلقتنا النهاردة لان احنا هناخد تدريبات عملية كتير جدا وهنعرف ازاي نطبقها بازن الله في الامتحان العملي واحنا شغلين او احنا قاعدين على الجهاز تعالوا نشوفوا مع بعض اول تدريب هنبدأوا بازن الله في حلقتنا النهاردة اول تدريب عندي المطلوب جعل صورة العالم المصري احمد زويل ابيض واسود تعالوا نشوف ازاي ازاي ما احنا قلنا اي صورة عندي ملونة ازاي احولها الى ابيض واسود والعكس اقدر اعمله بالفوتوشوب تعالوا نشوفوا مع بعض تدريب ده اول حاجة هافتح الفايل قايمة واقول له اوبن عشان افتح الصورة او من كنترول واوم الكيبورد وهختار الصورة عندي او احددها واضغط على اوبن ظهرت معايا الصورة وبعد كده اقدر احولها عندي الى اللون الابيض والاسود من قايمة image وهقول له adjustments وهختار منها black and white زي ما حضرتكم شايفين الصورة شالت منها الالوان وبقت باللون الابيض والاسود وبعد كده اقدر اتحكم في الدرجات واقول له اوكي ظهرت معايا يبقى اقدر اتحكم في اي درجة من درجات الصورة ازاي اخليها اعدل لون او افتح اضاءة زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لو عندي صورة اضاءتها جمدة او اضاءتها ضعيفة ازاي اقدر افتح واغمق الصورة وازاي اغير في الوان الصورة ولو صورة ملونة احولها ازاي الى صورة ابيض واسود تعالوا نشوف التدريب اللي بعد كده هتكلم معنا على ايه بعد كده اه عايز اغير لون الوردة من اللون الاصفر الى درجة اللون الفوشية تعالوا نشوف ازاي بغير اي لون الى لون تاني انا عايز اغير وليكن هفتح الصورة اللي فيها الوردة من قيمة فايل واقول له اوبن وبعد كده هاجي اختار الصورة اللي فيها الوردة وهضغط عليها دابل كليك شمال ظهرت معايا زي ما انشوفين ايه الصورة اللونها اه اصفر هجيب البراش طول اداة الفرشة وهضغط عليها وبعد كده اختار اللون اللي انا عايز تحولوا اهو درجة اللون الفوشية زي ما حضرتكم شايفين وهضغط من مود هختار من الخصائص بتاع البراش هقول له خليها كالر وبعد كده اهو زي ما حضرتكم شايفين مود كالر هختار البراش وبعد كده هبدأ اسحب واضغط كليك شمال زي ما حضرتكم شايفين باسحب اللون الاصفر واخليه باللون الدرجة اللي انا اخترتها اللي هي الفوشية هفضل اضغط على الدرجات الصفرة عندي لغاية ما تتحول زي ما حضرتكم شايفين الى اللون اللي انا عايزه يبقى اقدر اغير اي درجة من اه درجات الالوان اللي انا عايزها وليكن عندي اه صورة او ديزاين في لون معين عايز اغير اللون ده اشيله واستبدله باي لون تاني برضو اقدر اعمل الكلام ده ببرنامج الفوشب تعالوا نشوف التدريب اللي بعد كده التدريب اللي بعد كده نركز فيه لانه بيجي كتير في امتحان العملي التدريب بيقول لي اه عايز اه عندي الصورة اللي موجودة على الشمال فيها اصابة عايز اشيل منها الاصابة عشان تظهر معي زي الصورة اللي موجودة عندي على يمين الشاشة تعالوا نشوف هنعمل الجزء ده ازاي من قائمة فايل وهفتح الصورة او كنترول و او وبعد كده هختار الصورة اللي فيها الاصابة تمام وبعد كده اقدر اكبر الصورة زي ما شايفين بالت والبكرة بتاع الماوس وقدامي عايز اشيل الاصابة اللي موجودة دي عندي الادات زي ما احنا شرحنا الادوات دي بالتفصيل في حلقتنا اللي فاتت هنختار منها اول اداة هنعرفها باكتر من طريقة نركز مع بعض عندي الجزء اهو بسحب بضغط كليب كشمال مع الاستمرار بالسحب لغاية ما شيل الجزء اللي فيه الاصابة عندي دي الطريقة الاولى زي ما حضرتكم شايفين اي جزء غير مرغوب فيه في الصورة اقدر اشيله وارجع الصورة تاني من الهيستوري اهو واضغط على الصورة الاصلية اهي دي الطريقة الاولى تعالوا نشوف الطريقة التانية باضغط على نفس الاداة بكليك يمين عشان اختار منها اداة اللي هي تاني واحدة وهاضغط عليها واضغط واضغط في جزء ما فوش الاصابة واسحب خد جزء من الجزء اللي جنبه واضافه على الجزء ده اسحب الاستمرار برضو كليك شمال بالماوس الى ان تختفي الاصابة دي الطريقة التانية تعالوا نشوف الطريقة التالتة هرجع الصورة برضو الى اصلها باضغط عن نفس الاداة كليك يمين واختار تالت اداة اللي هي باتش تول باخد زي قطعة كده من الجزء اللي قبله او بحددها الاول واسحبها الى جزء مفهوش اصابة تعالوا نشوف مع بعض اهو بضغط كليك شمال واسحب لغاية محدد الجزء اللي انا عايز اشيله من الصورة وهسحب الى جزء تاني مفهوش الاصابة زي ما حضرتكم شايفين الجزء اختفى خد من الجزء اللي قبله وطبعاً اتأكد ان انا مكمل الجزء ده برضو بنفس الطريقة واسحب احدد واسحب وهكذا الى ان تختفي الاصابة يبا احنا كده عارفنا اه تلت طرق ازاي اقدر ازيل اي اه جزء اه في الصورة اي جزء اه غير مرغوب فيه وليكن اه اه عندي اتصورت صورة فيها اي جزء عايز اشيله من الصورة اي اصابة اي اه جزء في الوجه اقدر اشيله باكتر من طريقة زي ما حضرتكم شفته في الشرح تلت طرق اقدر اشتغل بهم عشان اشيل الجزء الغير مرغوب في في الصورة تعالوا نشوف التدريب اللي بعده هتكلم معانا عن ايه? التدريب اللي بعده بيقول لي المطلوب تحويل صورة من الوضع السابت الى عشان تبقى عندي صورة متحركة تعالوا نشوف ازاي ببرنامج الفيتشوب اقدر احول صورة سابتة الى صورة متحركة. هناخد مسال بسيط جدا ونقدر نطبق عليه اي بعد كده اي مسال تاني. تعالوا نشوف المسال ده هضغط على قائمة فايل وقول له open. وليكن هختار صورة ينفع فيها اه الحركة. الصورة دي هضغط عليها وافتحها زي ما حضرتكم شايفين. الصورة القدامي بتحتوي على اه مركب وفيها اه زي اه نهر. اقدر اخلي النهر ده متحرك في الصورة. طيب اعمل الكلام ده ازاي? من البراش هضغط عليها. واجي تحت خالص هضغط على الادا دي. وبعد كده بيحددلي ابدأ اسحب الجزء اللي انا عايز احركه او يظهر فيه الحركة. وليكن الجزء اللي فيه النهر. احدد. واسحب بالفرشة. وبعد كده هضغط على الاداة تاني. عشان يعكس لي التحديد اللي فوق. طيب. ظهر لي زي ما حضرتكم شايفين الجزء اللي فوق ده. عايز ارجع التحديد اللي تحت. هضغط على قائمة وقول له واختصارها من الكيبورد زي ما انتم شايفين الجزء اللي تحت اهو. اتحدد معايا هو ده اللي انا عايز اظهر فيه الحركة جوه الصورة. بعد كده. هاجي من قائمة وقول له نيو. وهقول له لاير في او كنترول وحرف الجي. عشان يعمل لي نسخة من الجزء اللي انا حددته اللي فيه النهر تحت. خد لي نسخة من اللي انا محدده في طبقة الوحدة. هو اضغط تحت خالص على كرية فيديو تايم لاين. لو مش موجودة اقدر اظهرها من قائمة ويندو. اي اي لوحة عندي مش ظهرة. اقدر اظهرها من ويندو وحددها. قدامها علامة صح هيبقى ظهرة معي. هضغط على كرية فيديو تايم لاين. ظهر معي الشريط تحت اهو. هضغط على اللي فيها اللي انا محددها وكليك ييمين واقول له كونفيرت تو سمارت اوبجيكت. حولتها اهو زي ما حضرتكم شايفين. وبعد كده اهي في اللي عندي ابدأ بقى احرجها هضغط عليها وافتحها واضغط على ترانسفورم. واضغط على الدايرة اللي هنا دي. واسحب من الشريط من فوق اهو. وليكن الى المدة الزمنية اللي انا عايز اه استخدمها في الحركة. وبعد كده زي ما انت شايفين اهو. ضغط عليها كنترول و تي من الكيبورد عشان تتحدد معي الابعاد. وهبدأ اسحب الصورة عشان استخدم وضع الحركة فيها. وبعد كده هضغط على صح. عشان لما اجي اطبق تتحرك معي. تعالوا نشوف. نرجع. واضغط على البلاي. هنلاقي الجزء اللي تحت. كأنه متحرك معي زي ما حضرتكم شايفين. طبعا ده مثال بسيط جدا. اقدر عن طريقه اطبق اي مثال واقدر اعمل شغل احسن من كده. هقلل التايم لاين والمدة الزمنية زي ما انا عايز اتحكم فيها. عايز احفظ الصورة بقى. عشان تظهر معي متحركة. من فايل واقول له سيف فور ويب. وهضغط عليها. هيظهر معي زي ما قلنا ان صيغة الجي اي اف هي الصيغة اللي بتقبل الصور المتحركة. واقول له سيف. وهي هسمي اسم الملف. واقول له سيف عندي. يبقى هنلاقي الصورة تحفظت بصيغة الجي اي اف زي ما قلنا في آآ بداية الشرح الفوتشوب. قلنا ان الجي اي اف بيدعم الصور المتحركة. وهجيب الصورة المحفوظة عندي وهشغلها اهو بالصيغة اللي احنا حددناها. هنلاقي الصورة متحركة معي. يبقى احنا كده عارفنا ازاي اقدر احول اي صورة على حسب اي فكرة. احنا اخدنا فكرة بسيطة جدا وهي فيها آآ وليكن آآ حركة لنهر. اقدر اعمل حركة برضو آآ في طريق آآ عربية. اقدر احول اي صورة ثابتة في البرنامج اللي هي صورة متحركة. تعالوا نشوف التدريب اللي بعد كده هتكلم معنا عن ايه. التدريب اللي بعده بيقول يكون بكتابة نصا واجعله مجسمة. عايز اكتب نص واخليه مجسم. تعالوا نشوف هعمل الكلام ده ازاي. ونقيمة فايل. واقول له نيو او كنترول ون. عشان افتح الملف جديد واقول له اوكي عندي فتح خليته باللون الابيض. وهجيب اداة الكتابة. حرف تي. وهضغط كليكي منه واقول له الكتابة خليها افقي. اول اداة. وهحدد الجزء اللي انا عايز اكتب فيه. وليكن التعليم التجاري والفندقي. حددت الجزء اللي انا عايز اخليه آآ مجسم. وبعد كده اهو نزلت على لير لوحدها. كل حاجة بضفها على الفوتوشوب بتفتح معي في طبقة جديدة. وهصغر اتحكم آآ في حجم الخط برضو. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. ازاي بتحكم فيه التنسيقات والجزء الخاص بالنصوص. وازاي اغير اللون ونوع الخط. وهكزا اقدر اختار النوع اللي انا عايزه. واسحب عندي عشان يجي. واقول له تمام. واجيب المفطول عشان احرك النص. في اي مكان جوه الفايل. وبعد كده هاجي من قائمة واقول له اختار منها طيب اهو. بعد كده ادت واقول له ترانسفورم واختصارها كنترول وتيم الكيبورد. وبعد كده ابدأ اتحكم فيها واسحب واضغط كليك يمين واختار منها اهو. الاداة اللي قدامنا. وابدأ اتحكم فيها زي محاضراتكم شايفين. اقدر اخلي النص مجسم بالشكل اللي انا اقدر اعمله بالماوس. يبقى الجزء البسيط اللي احنا قلناه ازاي اقدر احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت. اتحكم ازاي في حجم الخط. واغير التنسيقات بتاعته. ازاي اخليه اه اغير في الوانه واي جزء خاص به. وازاي اخلي النص عندي اه متحرك او مايل على حسب ما انا محتاج عندي في النص. التدريب اللي بعده المطلوب عمل تكرار لصورة. عايز اه عندي صورة عايز اعمل منها اكتر من نسخة وعمل لها تكرار. وابدأ اضيفها في الفايل عندي في البرنامج. نشوف هنحل التدريب ازاي? قدامي اهو من قائمة فايل. واقول له نيو. وهختار منه اه اسم حدد اسم الملف. واقول له اوكي. وبعد كده هضغط على فايل واقول له وليا عندي واختار الصورة دي. اقدر اسغرها. واتحكم في ابعادها زي ما احنا عارفين. وبعد كده هضغط على صح عشان يطبق او انتر ميكيبورد عشان يطبق معي التعديل. وليكن هاجبها في جزء الصورة هنا. واضغط على الت ميكيبورد واسحب بكليك شمال. والت واسحب بكليك شمال. كل ما اضغط واسحب. افضل ضغط على الت ميكيبورد. واسحب بكليك شمال بتعملي نسخة زي ما انتم شايفين. بتتكرر معي اكتر من نسخة ببساطة جدا. واقدر املها في الفايل. واتحكم فيها بنفس الطريقة. اقدر استخدمها طبعا في اكتر من الجزء. احنا اخدنا فكرة بسيطة. وبتيجي برضو في امتحان العامل يركز فيها ازاي اقدر اكرر اي صورة عندي باكتر من نسخة. واعمل لها على حسب ما انا محتاج. وبعد كده اقدر اسيفها عندي زي ما قلنا من فايل وسيف اس. طيب. نشوف التدريب اللي بعده. التدريب بيقول لي المطلوب كتابة النص على شكل دائرة. ازاي اكتب نص واخليه على صورة دائرة او نص دائري او اي شكل انا اقدر اتحكم فيه جوه البرنامج. طبعا بتفيدني اه لو انا اشغال في مجال الخطوط او في الديزاينات عندي ازاي اقدر اخلي النص متحرك او اضيف له اي تأثيرات. تعالوا نشوف مع بعض ازاي اخلي النص في شكل دائري. من قائمة فايل. واقول له نيو. وهحدد العرض الف وتمانين بيكسل والهاي الارتفاع الف وتمانين واقول له اوكي عندي. ظهر معايا اه المساحة اللي انا حددتها. وهجيب الادال دي. وهضغط عليك كيبين واختار منها الاداة تانية. وهرسم الشكل الدائري. لو لو ما سامتش معايا دايرة بضغط على شفت وانا بسحب. وهجيب القايمة او البانل اللي هي بس المسارات عندي. واضغط على الاداة اللي تحت دي. بعد ما ضغط عليها هجيب الاداة اللي هي اداة الكتابة واضغط عليها واضغط في الجزء اللي هنا تحت عندي. وابدأ عندي في كتابة النص. اللي انا عايز اخليه في نفس المسار او الممر الدائري. اقدر اتحكم في اي نص محتاج اعمله برضو على حسب ما انا محتاج. واقدر احدده واغير له اي خصائص عندي. حجم الخط والاعدادات الخاصة بيه. وليكن هكبره واخليه مية واثنين وعشرين. واضغط على انتر او صح من الاداة. عشان يثبت معي التخيل. زي ما حضراتكم شايفين النص نزل في الشكل اللي انا لسمته الشكل الدائري. يبقى اقدر اتحكم في مصار اي جزء عندي للنصوص اقدر اخليها بالشكل اللي انا عايز اخليه في النص. تعالوا نشوف التدريب اللي بعده. اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت قلنا ان انا بالفوتشوب اقدر اتحكم في اي ابعاد خاصة اي اضاءة في الصورة. وليكن عندي صورة اضاءتها مش مظبوطة عايز اعدل فيها افتح جزء اغمق جزء. ابدأ اغير في الالوان عندي جزء ميل لون معين. عايز ازبط الوان الصورة. اقدر اتحكم في الخصائص دي كلها عن طريق البرنامج اللي احنا بندرسه برنامج الفوتشوب. تعالوا نشوف ازاي اقدر افتح اضاءة صورة عندي في البرنامج. قدامنا على الجهاز. هفتح وليكن اه صورة عندي من قايمة فايل واقول له اوبن. وهاختار الصورة دي. الصورة يعني فيها اجزاء غامق شوية. عايز افتح الصورة. باجي من قايمة image. واختار منها adjustments. واقول له ال exposure. اه اضغط عليها. وابدأ اسحب اليمين. عندي ازود الدرجة زي ما حضراتكم شايفين الصورة اضاءتها زادت عندي. واضغط على اوكي عشان تتطبق معايا في الصورة. يبقى اقدر اتحكم في اي جزء عندي في الصورة. اي صورة عندي لو عندي الصورة اضاءتها حتى العكس برضو لو اضاءتها زيادة. اقدر اغمق بنفس النظام اسحب الى الاتجاه المعاكس اتجاه اليسار. تعالوا نشوف برضو ازاي اقدر اغير في اعزاد الصورة. قدامي التدريب ده بقى المرة دي ازاي اقدر اعدل في الوان الصورة. قدامي نفس الصورة. واجي عند قائمة ايميج وبرضو هختار وقول له عندي هختار منها الكالر بلانس توازن اللون عندي اهو. هاجي بقى اتحكم فيه درجات عندي اللون السياني اما هجيبه نحية اليسار او اليمين. والمجنطة برضو اهو للدرجة الخضرة شوية او للدرجة العكس. وهكزا بلاقي الصورة عندي اتغيرت معايا. اي لون لو وليكن ميلة للاصفر شوية اقدر اخليها ميلة للازرق. وهكزا اقدر اتحكم فيه التوازن اللوني. وادر برضو من اه برضو التشانل ميكسر اتحكم فيه الالوان. قدامي هنا اهو وليكن الريد اقدر اتحكم فيه. اهو. من هنا. واقدر اخلي الدرجة اللي انا عايزها. وليكن الجرين. اقدر اتحكم فيهم. وهكزا واضغط اوكي عشان تتطبق معي الاعزائيات اللي انا عملتها في البرنامج. ومن امج برضو هاختار وقول له كل دي اعزائيات اقدر اختار منها واعدل الالوان باحترافية زي ما هنعرف بعد كده واحنا بنجرب. واقدر اضيف كمان اه اجزاء من بره زي استنبات جهزة كده. واقدر اضيفها الى الصورة وبتعدلي تلقائي في الصورة. تعالوا نشوف جزء مهم جدا في برنامجنا واحنا قلناه في حلقتنا واحنا بنتكلم في الشرح بتاع البرنامج. قلنا ان في مجموعة من الاختصارات لبرنامج الفوتشوب. ياريت اه طبعا مع الممارسة واحنا شغالين. اه بت فايدت هاي الاختصارات دي. وانا شغال على البرنامج بالكيبورد. بتساهل معايا الشغل وبتاخد معايا وقت اه اسرع. زي مسلا انا عايز افتح ملف جديد. بقول له كنترول وحرف الان من الكيبورد. عايز افتح ملف افتح صورة. كنترول و او. عايز احفظ الديزاين او الملف اللي انا شغال فيه. بضغط على كنترول و اس. عايز اه اقفل. وهكزا كل الاختصارات دي تعالوا نعرفها مع بعض واحدة واحدة كده في البرنامج. اول اختصار عندي زي ما قلنا دي الاختصارات المهمة اختصارات البرنامج كتيرة جدا. بس دي يعني اساسيات الاختصار عندي. اه اول حاجة كنترول وحرف الان بتعمل لي ملف جديد. كنترول و اكس بتقص. كنترول و في بتعمل لسق او بس. و كنترول و او بتفتح ملف او صورة. كنترول و سي بتنسخ. كنترول و اس بتحفظ كنترول و بي. لو عايز اطبع الديزاين. لو عايز اه اقفل الملف اللي انا شغال عليه. بضغط على كنترول وحرف الدابليو. لو عايز عندي فاتح اكتر من ملف في الصورة او في البرنامج. عايز اقفلهم كلهم بضغط على التلات مفتاحات مع مع بعض. كنترول والت وحرف الدابليو. لو عايز اعمل اه او تحويل حر. بضغط على كنترول وحرف التيم كيبورد. او عايز اه الغي التحديد. انا حددت اه مسلا جزء معين. وعايز الغي التحديد اللي انا بحدده ده. بضغط الاختصار على طول من كنترول و مفتاح الدي. عايز ارجع خطوة للخلف. غلط في حاجة. عايز ارجع تاني. بضغط على كنترول والت وزد. غلط مرتين. بضغط التلات مفتاحات مع بعض. تلات مرات. وهكزا على حسب العدد اللي انا عايز ارجعه. والعكس بتاعها اطلع خطوة لقدام. واللي اكن رجعت خطوة زيادة. عايز ارجعها تاني اطلع لقدام. بضغط كنترول وشفت وحرف الزد. يبقى دي اهم الاختصارات جوه برنامج الفوتشوب. يعني ما نحفظهاش. طبعا ناخد فكرة عنها سريعة واحنا شغالين هنقدر بازن الله نبقى اكتر احترافية ونشتغل بالاختصارات دي واحنا شغالين. طيب. تعالوا نبدأ بقى تدريبات آآ زي التدريبات اللي بجلنا في امتحان العملي. واحنا شغالين آآ بازن الله آآ احنا خدنا اكتر من تدريب آآ على حدة متقطعين. يعني آآ كل جزء آآ تدريب لوحده. تعالوا بقى نشوف تدريب مجمع في اكتر من حاجة زي التدريبات اللي بجلنا ان شاء الله في امتحان العملي. ياريت ياريت نركز مع بعض كويس جدا ونقرأ آآ نفهم مع بعض التدريب الاول ونقدر نطبقه بإذن الله بأيدينا مرة واثنين وتلاتة عشان نبقى بإذن الله ناخد نضمن الدرجة بتاعت العملي. تعالوا نشوف مع بعض آآ اول تدريب معنا هيتكلم عن ايه. اول تدريب على برنامج الفوتشوب بيقول لي باستخدام الصور الموجودة لديك في المجلد آآ بكتشر فور اجزام. المطلوب اول مطلوب عندي بيقول لي انشاء دعاية للعميل واقيل لي آآ اسم الدعاية او الفندق واقيل لي افتح الصورة رقم تلاتاشر في المجلد الفرعي هوتل لتصبح خلفية خلفية للعمل. يبقى الصورة رقم تلاتاشر دي عايز اعملها. افتحها في البرنامج في الفوتشوب عشان تبقى خلفية اقدر اصمم عليها ديزاين. وبعد كده بيقول لي المطلوب اللي بعده اضافة الصورة رقم واحد في المجلد الفرعي هوتل. وبعد كده بيقول لي كتابة بيانات الفندق بتنسيق مناسب ومديني البيانات فوق. واخر حاجة ازاي اقدر اضيف اطار للصورة النهائية. نركز مع بعض وناخد كل جزء كده لوحده ونشوف هنحله ازاي. خطوات الحل. اول حاجة بفتح الصورة رقم تلاتاشر في المجلد الفرعي هوتل لتصبح خلفية للعمل. هخلي الصورة رقم تلاتاشر هي الخلفية اللي هعمل عليها الشغل عندي. نركز مع بعض. هنفتح البرنامج من الصفرة اهو مع بعض. وهضغط او زي ما قلنا ازاي بفتح البرنامج. ايه بضغط بمجرد مكتب اول حرفين. او طبعا فيه اكتر من اصدار للبرنامج. هو الاصدار اللي احنا شغالين عليه ده بيستحمل اجهزة المتوسطة. في اصدارات لغاية عندي الفين اتين وعشرين. طبعا بتحتاج امكانية اعلى. هنشتغل بالاصدار اللي عندي. فتحنا البرنامج. هبدأ بقى افتح الصورة اللي قال لي عليها اللي هي رقم تلاتاشر. عشان تبقى خلفية للعمل. هقول له فايل واقول له اوبن او كنترول و او. وهيجي عند الملف اللي هو اهو. اختار منه. اهو. وهضغط على الصورة. رقم تلاتاشر. وهضغط عليها. واقول له اوبن. زي ما حضراتكم شايفين الصورة فتحت معي. هخليها خلفية للعمل عندي. واحنا شغالين. ده اول مطلوب عملته. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده. المطلوب التاني بيقول لي اضافة الصورة رقم واحد في المجلد الفرعي. تعالوا نشوف. هضيف الصورة رقم واحد على الصورة الرئيسية اللي احنا ضفناها. هضغط عشان اشيل القفل الاول ضغطتين شمال. متتاليين بالموز. واقول له اوكي. شلت القفل عشان اقدر اتحكم في الصورة. واقول له فايل واقول له اوبن. وهضغط وليكن الصورة اللي هو ايه اللي عليها رقم واحد. اهي. كل واحدة بتنزل في ملف الواحده. هسحب الصورة اللي انا افتحها. بس طبعا اهو نتأكد ان القفل متشال. بضغط دابل كليك شمال. ورا بعض. واسحب بالموف طول. واختصارها حرف في زي ما قلنا من الكيبورد. وهبدأ اسحب وافضل دايز بكليك شمال واقف على العنوان بتاع الصورة اللي التانية. هو يجي هنا لغاية ما تفتح معي واسيب ايدي. من على الموس. ظهرت معي الصورة حجمها كبير جدا. ازاي اصغرها? بضغط على كنترول وتيم الكيبورد. عشان تيجي الابعاد معي زي ما حضراتكم شايفين اهو. هبدأ اسحب لو عايز اسحب بابعاد متساوية بضغط على شفته انا باسحب. لغاية ما اصغر حجم الصورة. الى الحجم المناسب. وليكن الحجم ده. واصغر واسحب وبعد كده بضغط انتر او خلامة الصح. وانا واقف بالمفتول برضو اقدر اهو كل حاجة نزلت لواحدها. الصورة الاصلية نزلة تاني لوحده. يبقى كده احنا عملنا جزئين. اول جزء اه ضفنا الصورة الرئيسية اه اللي هي احنا هنخليها اه غلاف او اه خلفية للعمل عندي وانا شغال. وبعد كده ضفت الصورة اللي هي التانية اللي انا هضفها للاعلان وانا شغال. عايز اعمله في الديزاين. يبقى احنا عملنا اول مطلوبين. تعالوا نشوف البعد كده هنعمله ازاي. تاني حاجة اه احنا قلنا تاني حاجة نخش على تالت حاجة بقى ازاي بيتم كتابة بيانات الفندق بتنسيق مناسب. نركز مع بعض. نيجي بعد كده احنا قلنا اداة الكتابة اهي. حرف تي بضغط عليها. وبعد كده باجي اسحب في جزء اه مناسب اكتب في البيانات. وليكن الجزء ده. واكتب البيانات اللي مدهاني في التدريب. اهو. وليكن اهو الاسم الفندق وبعد كده اقدر اغير نوع الخط برضو. وحجم الخط من هنا. وزي ما قلنا التنسيقات اللي انا عايز اخليها سنتر او آآ غيره. ولون الخط من الجزء ده. وبعد كده بضغط على علامة الصح او انتر. وبعد كده اقدر احرك مكانه. بجيب المفتول واحرك كل حاجة يعني النص اللي انا كتبته ده نزل في طبقة الواحدي. اه اقدر اتحكم فيه واخليه وليكن تحت. اهو واكتب مسلا عنوان الفندق اللي انا عايز اضيفه تحت في الصورة. واختار اكتب الاسم. يبقى انا كده عملت الديزاين او المطلوب مني في التدريب لغاية دلوقتي. وبعد كده هسحب. طبعا النص مش مكفي. بسحب عشان يكفي الجزء اللي انا هكتبه. واضغط صح واجيب الموف طول وتحكم فيها اخليها هنا في النص شوية عشان تبقى مناسبة. كل حاجة زي ما حضرتكم شايفين نازلة في طبقة الواحديها العنوان واسم الفندق والصورة اللي هي الاساسية والصورة اللي انا ضفتها اربع ليرات كل حاجة فيها جزء مهم. طيب اقدر اتحكم واصغر حجم الخط شوية. ونوع الخط. كل دي اعدادات اقدر اتحكم فيها واخليه بالشكل اللي هيناسبني في الزاين. وحركها وليكن في الجزء اللي هنا عندي عشان يقبل معي الجزء ده. طيب بعد كده زي ما انت شايفين الجزء كل حاجة نازلة في لير لوحديها. اضغط وليكن على العنوان اللي تحت ده واضغط عليها هعمله دروب شادو. واعمله بعض السطيلات او التأثيرات عندي. واعمله وشادو وهكزا. بقى الشكل بتاعه احسن شوية وهجي عند اللير اللي فيها اسم الفندق. هضغط على اللير دي دابل كليك شمال. واختر منها برضو التنسيقات اللي انا عايزها او السطيلات. بتظهر معي بتدي شكل شوية في الديزاين. واضغط على اوكي اتطبقت معي. كل حاجة نازلة بالافكتات بتاعتها. وليكن الصورة دي اهي نازلة هنا برضو. عايز اعمل لها زي اه كده او ضل شوية باضغط عليها دابل كليك شمال برضو. واجي عند شادو. واضغط عليها اه الصورة اديتني شوية التأثير واضغط على اوكي عشان تتطبق معي في الديزاين. كل حاجة نازلة معاها الايفكتات بتاعتها. يبقى كده خدنا اه ازاي نقدر نضيف اه صورة عشان اعملها خلفية للديزاين او الاعلان اللي انا عايز اعمله عندي. وخدنا ازاي باضيف اقدر اضيف صورة على الصورة اللي هي الاساسية اللي احنا ضطناها كخلفية. وازاي اقدر اضيف اه البيانات الخاصة باللي احنا عندي. اللي هي زي بيانات الفندق والعنوان والارقام. كل ده اقدر اتحكم فيه. وزي ما قلنا بتنزل عندي في لير لوحديها. اقدر اتحكم فيه الخصائص بتاعتها وعمل لها اي تأثيرات او انماط وانا شغال جوه البرنامج. طيب اه تعالوا نشوف اخر مطلوب في التدريب ده عشان نشوف هنطبقه ازاي. وهو ازاي اقدر اضيف اطار للصورة او التصميم النهائي. رابعا اضافة اطار للصورة النهائية. قدامي الليارات اهي. اربع الليارات انا اضفتهم. كل حاجة بعملها على الديزاين. بتنزل في لير اللي واحده. عايز ادمجهم بكنترول وشفت وحرف الاي. بيدمج لي الليارات كلها. بقت ديزاين او تصميم واحد بعد ما اخلص الشغل وهبدأ ادمجهم. بعد كده هضغط على ادت واقول له ستروك. بضغط عليها. واقول له مساحة او العرض الاطار واغير لونه. هخلي لون الاطار باللون الدرجة البني. وخليه اللوكيشن مكانه. يا اما في الداخل يا اما في السنتر يا اما في الخارج اوتسايد. واقول له خليه انسايد واقول له. اوكي زي محاضراتكم شايفين. الاطار نزل في التصميم. في الشكل النهائي نزل جوه الصورة. يبقى. احنا قلنا ازاي بقدر اضيف اطار نهائي للصورة. وليكن انا عندي التصميم. خلصتو خالص. هبدأ بقى ادمج الليارات مع بعض بكنترول وشفت و ايه. وبعد كده ابدأ بعد كده اختار اه القيمة ايديت وبعد كده اختار منها عشان يعمل لي اطار للصورة. واقدر احدد عرض الاطار. يا اما زي ما احنا عملناها عشرين او اكتر او اقل. واقدر اغير لون الاطار واغير برضو المساح او مكان الاطار. يا اما في داخل الصورة يا اما في الخارج وهكذا. يا ريت نفضل مركزين مع بعض. احنا خدنا اول تدريب شامل اكتر من جزء في البرنامج اللي احنا شغالين عليه. تعالوا نشوف التدريب اللي بعد كده هيتكلم معنا عن ايه? التدريب التاني بيقول لي باستخدام الصور الموجودة لديك في المجلد اللي هو المطلوب انشاء دعاية للعميل واسم المطعم وليكن ومديني عرض مسلا عايز اضيفه في الاعلان. وبيقول لي اول مطلوب. بيقول لي افتح الصورة رقم خمسة في المجلد الفرعي فود. لتصبح خلفية للعمل. والمطلوب اللي بعده بيقول لي كتابة بيانات الاعلان بتنسيق مناسب عايز اعمل زي اعلان كده او تصميم بالبرنامج. ومديني البيانات. وبيقول لي اضيفة شعار في الركن الايسر العلوي للعمل. باستخدام الصورة رقم سبعة وتلاتين في المجلد الفرعي لوجوز. اللي هو المجلد اللي يحتوي على لوجوهات. او انا اقدر اصمم لوجو خارجي. واقدر اضيفه للبرنامج. يا ريت نركز مع بعض زي ما احنا ركزنا في التدريب الاول عشان نقدر نعرف كل خطوة هحلها ازاي بازن الله لان التدريبات دي بيجي منها في امتحان العملي ان شاء الله. ونقدر نحل التدريب. تعالوا نشوف اول خطوة اه في حل التدريب عندي وهو ازاي بقدر افتح الصورة رقم خمسة في المجلد الفرعي عشان تصبح خلفية للعمل. اول حاجة هفتح الصورة اللي قال لي عليها من قايمة فايل واوبن. وبعد كده هضغط على الملف اللي هو اختاره. اهو. واضغط على الفولدر لجواه اللي هو فود. واضغط على اي صورة هو اي اللي عليها رقم خمسة. وهضغط اوكي انضافت معي في البرنامج. هخلي الصورة دي هي خلفية العمل عندي وانا شغال. عايز اضيف عليها البيانات. احنا كده عملنا اول آآ حاجة وهي اضافة الصورة رقم خمسة في المجلد الفرعي فود. تعالوا نشوف المطلوب التاني. كتابة الاعلام بتنسيق متناسب. عايز اكتب الجزء الخاص الفاضي هنا عندي الاسود. هاضغط على اداة الكتابة تي. وابدأ اسحب الجزء اللي انا عايز اكتب فيه هنا مثلا الجزء ده. وليكن هكتب آآ اي اسم او الاسم اللي موجود عندي فيه التدريب. مسلا مطاعم برجر تستي. وضفت وضغط عليه. واقدر اغير اتحكم فيه. لازم احدده طبعا عشان اتحكم فيه الدرجة اللون. هخلي اللون فاتح شوية عشان يظهر معي. واقدر اه اكبر واتحكم في حجم النص عادي جدا. وبعد كده هاضغط على صح او انتر ميكيبورد وبعد كده هجيب الموف طول. عشان اتحكم وحرك النص في المكان المناسب وليكن هنا. يبقى انا كده ضفت الجزء ده. عايز اضيف بقى العرض اللي انا هضيفه على الاعلان عندي. هاضغط برضو تاني اهو. واكتب نص هنا نص العرض اللي انا عايز اضيفه. واللي هو آآ كاتبهولي في التدريب. وليكن العرض آآ اشتري كطعتين. او اتنين واحصل على التالتة هدية. تمام. واقدر اغير آآ حجم الخط اخليه او نوع الخط خليه مناسب التصميم. وطبعا فيه خطوط زي ما قلنا بتنزل من على النت او خطوط موجودة مع البرنامج جاهزة. واتحكم فيها واخليها بايوة لغاية ما تبقى مناسبة معايا الديزاين. وهاجي عند التالتة هدية مسلا دي احتاج اكبر عليها او اعمل عليها آآ تركيز او فوكس شوية. واخليها بلون تاني ممكن او احددها كلها على حسب ما انا اقدر اعمل التصميم على حسب الشكل العام. واختر اللون مسلا ده. واضغط على او صح. بعد كده اتطبق معايا ونزل. ده فكرة اعلان بسيطة جدا اقدر انا اعمل تصميم احسن منه طبعا. وحضراتكم تقدروا تعملوا تصميمات احسن. دي فكرة بسيطة. بضغط عليها اللي فيها العرض او الاعلان النص اللي انا كاتبه. واعمل له اه اضغط عليها دابل كليك شمال على اللير. وبعد كده اهو اتحكم فيه اللي اعمل له drop shadow واعمل له اي اطار وهكزة. اهو اهو كل ما اضغط عليها واشوف الشكل لو تمام بضغط عليها وهو لو حابب اشيلها بضغط عليها تاني عشان تشيل علامة الصح من قدامها ويتلغي زي ما حضراتكم شايفين نزل بالنص والاعلان المطلوب زي ما احنا شفنا. يبقى احنا عملنا في التدريب اه ضفنا اه صورة اه الصورة دي استخدمناها كاااا خلفية للعمل. وبعد ما ضفنا الصورة اه ضفنا بعد كده النصوص اللي احنا استخدمناها اللي هي وليكن اسم الاعلان او اسم المكان اسم المطعم وضفت العنوان واقدر اضيف بياناته وارقام التليفون اللي انا هستخدمها في الدزاين والعرض اللي انا هستخدمه برضه. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعد كده في التدريب برضو هنحله ازاي? اعايز اضيف شعار او لوجو للمكان او المطعم في الركن الايسر العلوي في الشاشة باستخدام الصورة رقم سبعة وتلاتين في مجلد لوجوز المجلد الخاص باللوجوهات زي ما قلنا او انا اقدر اصمم لوجو برا ببرنامج برضو الفوتشوب اقدر استخدمه او برامج زي طبعا اقدر اصمم اللوجو واقدر اضيفه كمان على الصورة او الديزاين. تعالوا نشوف بضيف لوجو جاهز ازاي? باجي عندي من قيمة فايل. واجي عند بلايس. واجي عند المجلد اللي فيه اللوجو وليكن المجلد عندي اللي هو ده اهو لوجوز بضغط عليه. واختار منه اي لوجو عندي يناسب الاعلان او انا ممكن انا عامله اللوجو ده احنا عاملينه مع بعض وبأضيفه للبرنامج. فكرة بسيطة جدا اقدر اعمل احسن منها طبعا. بس احنا بناخد الاساسيات او المبادئ اللي انا اقدر اعمل بها ان شاء الله شغل احترافي. وصغرها. طبعا الصورة دي زي محاضراتكم شايفين معمولة بصيغة البي اني جي. والصيغة دي احنا قلنا بتدعم الشفافية. يعني ايه بتدعم الشفافية? ان هي الصورة مفرغة او بتقدر اقدر اضيفها اعمل بها اللجوهات والشعارات. واللي اكون اقدر اصمم بها اي شعار انا محتاجه بصيغة البي اني جي. وبعد كده نزل في لير لوحده اهو. بضغط عليه دبل كليك شمال ضغطتين وراء بعض شمال بالموز. وبرضو اعمله الافكت اللي انا عايز اضيفه اهو. وبرضو اه اقدر اتحكم فيه اقول له اوكي عشان يتطبق معي الستايل اللي انا اضيفته. يبقى انا كده عملت فكرة فكرة بسيطة قدرت اعمل بها الجزء اللي انا عايزه. كل حاجة نزلة في لير لوحديها. النص واي حاجة بضيفها واي صورة. بدمجهم مع بعض بعد ما خلص في الصورة النعائية بكنترول وشفت وحرف الاي من الكيبورد. عشان يبقى التصميم جاهز للطباعة وجاهز للتصدير والحفظ. بضغط على فايل واقول له سيف از. واختصارها شفت وكنترول وحرف الاس من كيبورد. وبحدد اللوكيشن المكان اللي احفظ فيه واسم الملف هنا اهو. والصيغة التنسيق اللي هتحفظ به اهو زي ما قلنا جي بجي او اخليه باي تنسيق انا عايز اكمله به. واضغط على اتحفظ معي الديزاين في صورته النهائية. يبقى انا كده قدرت اعمل المطلوب مني ببساطة واحلو اه زي ما حضراتكم شفتوا عملنا تصميم بسيط جدا. خدنا الفكرة في بدايتها اقدر بازن الله اه حضراتكم تقدروا تعملوا شغل احسن من كده بكتير بس احنا خدنا الاساسيات طبعا الفكرة ونقدر نطور منها بعد كده بس عمره ما تيجي الا الا لو انا بدأت اشتغل واغلط واجرب وابحث وادور عن المعلومة لغاية ملاقي اه الحاجة اللي انا عايزها وابدأ اشتغل شغل احترافي. طب تعالوا نشوف الجزء التدريب احنا كده خدنا تدريبين مجمعين غير التدريبات الصغيرة اللي احنا خدناها على مدار حلقتنا المهاردة. تعالوا نشوف التدريب اللي بعد كده هيتكلم معنا عن ايه? التدريب اللي بعده ياريت نركز فيه كواس جدا عشان نقدر نفهم التدريب هيتكلم معنا ازاي لانه وتدريب محتاج شوية تركيز. طيب التدريب بيقولي كن بعمل تصميم دعائي لاحد محلات صنع القهوة للعرض على السوشيال ميديا. طيب بنعمل الديزاين ده ازاي? عايزين نعمل الديزاين في شكله النهائي يطلع بالشكل اللي قدامنا ده. ونقدر نعمل شكل احسن منه كمان بازن الله. تعالوا نشوف مع بعض علم اهلينا كده هناخد آآ الجزء اللي احنا هنقدر نقوله فيه حلقتنا النهاردة. قدامنا الديزاين اهو عايز اطلعه بالشكل الاحترافي ده او اطلع كمان حضراتكم تقدروا تعملوا شكل احسن من كده بكتير. آآ نبدأ من قائمة فايل واقول له نيو عشان اعمل ملف او ابدأ مشروع جديد ابدأ اشتغل عليه. وهخلي العرض الف وتمانين بيكسل والارتفاع خليه الف وتمانين برضو واقول له اوكي. ظهر معي الديزاين اللي انا هعمل آآ عليه المشروع اللي انا حضرته لحضراتكم. وبعد كده هضغط على تول وبعد كده هضغط على الاداة دي. وبعد كده هاختار اللون الدرجة البني. واحددها عشان اخليها خلفية. اهي اترسمت معي الدرجة اللي انا عايز اضيفها في الملف. وهاجي احزف اللي انا كنت اعملها قبل كده. واسحبها على الرمز بتاع البن وبعد كده هاجي عند اف اكس واقول له بعد كده هبدأ اخلي الدرجة عندي عندي اخليها بالشكل ده مسلا واضغط عليها. تحولت للشكل اللي قدامنا. واجي برضو اقدر اتحكم آآ فيها واقول له خليلي بتاعها آآ آآ الراديال. وخليلي الزاوية بتاعتها. خليها مسلا بال هنا مسلا. صفر. واجي اقول له عشان يعكس عكس الجريديانت التدرج اللوني. وخلي بتاعتها الشافية او درجة الوضوح اقللها شوية. خليها. وليكن ستة واربعين. والسكيل ماشي تمام. واقول له اوكي. ظهر معايا زي ما انت شايفين بالشكل اللي قدامنا. برضو انا عايز اضيف الجزء اللي قدامنا الكتعة النسيج دي. الكتعة النسيج. الخلفية دي انا الموجودة عندي او اقدر انزلها. واجيب الموف طول واسحبها. واجي عند الصورة اللي انا عاملها من شوية او الخلفية. واضغط واسيب ايدي من على الموس. ظهرت عندي هنا فوق الصورة. واجيب الخاصية بتاعتها خليها اهي. ظهرت معايا تحت اللون او فوق اللون. وخلي بتاعتها اقللها شوية. اخليها مسلا عندي تمانية وعشرين. ظهرت معايا كأنها كده مسيج كده. وبالدرجة اللونها البني واخد بعض التدريجات. بعد كده اقدر اجيب الصورة اللي فيها الصورة اللي فيها الكافي عندي او القهوة اللي عايز المج. عايز اقص الصورة دي نفسها. واضيفها عندي في الصورة. بجيب البنتول اللي انا عايز اتحكم فيها عشان زي ما قلنا ازاي اقدر اقص اه اي جزء من الصورة. زي ما اخدنا اكتر من اداة. ولكن احنا قلنا اداة البنتول دي اه اكتر احترافية. واضغط واسحب. واضغط عليها المقطة تاني واضغط واسحب. لغاية ما تظهر معايا الجزء اللي انا عايز اه بتاخد كيرف معي. يبقى الاداة البنتول دي بتبقى احترافية اكتر في الصورة. واضغط وحدد لغاية ما احتاج الجزء اللي انا عايز لو غلط في حاجة زي ما قلنا. اقدر ارجع بكنترول وزد. او كنترول وقلت وزد. واضغط تاني. طبعا اه واحنا بنحدد لازم نكون يعني دقيقين اكتر. الاداة دي اقدر اتحكم فيها واخد اي جزء في كيرف شوية او دائري او جزء بسيط. اقدر اتحكم فيه. تمام? وبعد كده نركز مع بعض لو اي جزء غلط فيه زي ما قلنا وانا شغال. بضغط على كنترول وزد عشان يرجع خطوة لورا. وبضغط واستمر في السحب. بغاية محدد الجزء اللي انا عايز اقصه. ببساطة. طبعا واحنا شغالين في البداية. اداية بتبقى بطيقة شوية. لكن واحنا شغالين لو اشتغلنا على اكتر من تصميم. ودربنا نفسنا كتير. هلاقي نفسي بدأت اقص الحاجة بسرعة. وتحكم فيها واحدد. وهلاقي نفسي اكتر اا احترافية شوية في التحكم. بالموس والتحديد. وافضل احدد معي الجزء زي ما احنا شايفين. واخد وقتي وانا شغال طبعا الاجزاء دي ما هتجيش بسرعة معايا زي ما قلنا بالتدريب اكتر من مرة. واغلط واعدل من التصميم. لغاية ما لقي نفسي ايدي اتعودت على التحديد. وافضل احدد لغاية ما اجي اهو لاخر جزء. واسحب. واضغط على النقطة تاني واجي عند الجزء هنا طبعا على قد ما بقدر اكون اقدر احدد الجزء اللي انا عايز اقصه بالزبط. واجي عند اخر نقطة انا بدأت منها اهي. آآ البداية وبعد كده اتحدد معايا التحديد. طبعا عايز احدد الجزء الفاضي ده برضو في الايد. عشان اقصه برضو. هحدده واضغط واجي عند الجزء برضو اللي محتاج لف شوية. واضغط. واجي عند اخر نقطة واسحب زي ما احنا شايفين. بعد كده حددت الجزء ده. بضغط على كليك يمين من الماوز واقول له. حدد لي الجزء اللي انا محدده. وبعد كده بضغط على آآ اداة التحديد تاني اهو. وبضغط كليك يمين واقول له فضل. هخليها الحواف بتاعتها اكتر يعني نعمة شوية. اخليها مسلا اتنين. وبعد كده هضغط عشان اقص الجزء ده. بضغط او اعمله لواحده. طبقة لوحدها تاني. بضغط على من الكيبورد. اتحطت معي او نزلت في لير لوحدها لو ضغطت على اللي هين عايزة نزلت في طبقة لوحدها. قدرت اقص الجزء زي ما حضراتكم شايفين. واقدر اجيب الموف تول واختصارها الفيه. واجي افتح واضفها الى الجزء اللي انا عايز اضيفه في الديزاين. واقدر اعمل ديزاين كمان. احسان بس طبعا احنا احنا قدرنا على قد ما قدرنا احنا قدرنا نقص بدقة شوية. واخلي الحجم بتاعها متناسب شوية في التصميم. وباداة المفطول طبعا اقدر اتحكم. واداة التحديد الحر بالكنترول و دي لو اختفت معي باجيبها. ونزلت في لاير او طبقة لوحدها. بضغط على اف اكس واضغط على على عشان اجيب اعمل لها اه الجزء ده. اهو اللير دي عايز اعمل منها نسخة تانية. بضغط على اعمل نسخة تانية منها. واجي اه اعكسهم واقول له من اف اكس واقول له اه اه كالر اوبرلاي عشان اعمل اخلي دي اخليها بضل شوية للصورة. عشان الصورة تبقى اكتر واقعية شوية عندي. وادر اخليها اه بضغط عليها اوكي وبعد كده بقول له اوكي عشان تنزل معي طبعا زي ما حضراتكم شايفين اقدر اتحكم فيها كمان من فلتر واقول له بلور واجي عند الجزء اللي هو اه جاشين بلور واتخلي الدرجة بتاعتها وليكن هخليها زي ما حضراتكم شايفين بقت اه فيها ضل شوية هخليها خمسة وعشرين واقول له اوكي معي وضافة ضل للصورة. للأسف وقت حلقتنا خلص بسرعة جدا معلش هنكمل حلقتنا باذن الله والتدريب اللي احنا بدأنا فيه في حلقتنا القادمة. نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.